طيب من دوري أبطال إفريقيا بنعود بقى للأجواء المحلية النادي الأهلي إن شاء الله عنده مباراة بعد بكرة يوم الثلاث في دور الاثنين وثلاثين في كأس مصر وهي أولى المباراة المحلية التي ستنطلق بالنسبة للنادي الأهلي في شهر ديسمبر عندنا سبع مباريات في شهر ديسمبر هقولهم لحضراتكم حالاً الجولة السبعة هتبقى يوم الأربعة 11 ديسمبر 2019 ودي دجلة مع النادي الأهلي هتبقى على أستاذ السلام ساعة سبعة ونص جولة تامنة يوم الحد 15 ديسمبر 2019 الأهلي سيواجه حرص الحدود على أستاذ القاهرة الساعة سبعة ونص جولة تسعة يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 الإسماعيلي سيواجه النادي الأهلي على أستاذ حرص الحدود في تمام الساعة السابعة ونص أما الجولة العشرة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري على أستاذ القاهرة ساعة سبعة ونص طيب بقيت بقى المباريات الجولة الحداشر الأهلي سيلاقي مصر المقصة ساعة سبعة ونص في يوم الأول من يناير يوم واحد يناير 2020 على أستاذ السلام الساعة سبعة ونص الجولة التانية يوم الأحد 5 يناير 2020 الأهلي وإفسي مصر على أستاذ القاهرة الساعة سبعة ونص أيضا جولة التلاتاشر يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 الأهلي مع طنطة على أستاذ القاهرة ساعة سبعة ونص جولة الـ 14 19 يناير 2020 المقاولين العرب مع النادي الأهلي على أستاذ السلام الساعة سبعة ونص الجولة الـ 15 يوم الـ 27 يناير 2020 الأهلي وإمبي على أستاذ القاهرة الساعة سبعة ونص الجولة الـ 16 يوم الخميس 6 فبراير 2020 بيرامدز مع النادي الأهلي على أستاذ الدفاع الجوي الساعة سبعة ونص مساء الجولة السبعتاشر يوم الاثنين عشر فبراير الفين وعشرين الاهلي مع طلاقع الجيش على استاد القاهرة الساعة سبعة ونص مؤجلة من الجولة السادة الجمعة اربعتاشر فبراير الاهلي والمصري على استاد حرس الحدود الساعة سبعة ونص مؤجلة ايضا من الجولة الرابعة تسعتاشر فبراير الفين وعشرين الاهلي سيلاقي نادي الزمالك على استاد القاهرة ساعة سبعة ونص دي مجموعة مباريات النادي الأهلي في الدوري العام المصري حتى نهاية الدور الأول بما فيها المؤجلات واحدة مع المصري يوم 14 فبراير واحدة مع الزمالك يوم 19 فبراير